السلام عليكم نحن الآن في عصر النهضة الأوروبية وأحد أعظم الأعلام في عصر النهضة الأوروبية كوبرنيكوس في بداية عصر النهضة الأوروبية هذا الرجل عندما أعلن سنة 1543 نظريته العظيمة حول دوران الأرض كان أحد مظاهر الثورة في هذه النظريت يكمن في أنه كان يدعي أنه جميع ما توصل إليه هو صحيح يعني ماذا هذا؟ هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه قدم اكتشافه في عمل الفلك لا على اعتبار أنه حسابات افتراضية كما كان موجود في السابق لا إنما على وصف حقيقي علمي لشكل النظام الشمسي كما كان عليه طبعا هناك الكنيسة لا يمكن أن تسمح لكوبرنيكوس بأن يعارض هذا المتعارف عليه من مما موجود مما تؤمن به الكنيسة هذا سوف يصدم بالصميم مع أقوال وأفكار الكنيسة إذن سوف يحاول طبع أو نشر كتابه لكن بالمطبع قبل أن يتم نشر هذا الكتاب هناك عنده صديق أيضا لجلدين لكنه متعصب طبعا الكتاب اسمه عن ثورة الأجرام السماوية هذا الكتاب ما الذي فعله هو هذا الصديق؟ من أجل أن يجن من كوبرنيكوس مسائلات من الكنيسة واستجوابات ومحاكمة تفتيش وضع في هذا الكتاب مقدمة لكنها غامضة تحاول بهذه المقدمة اللي وضعها صديق كوبرنيكوس والذي أدى خدمة الكوبرنيكوس أنه كوبرنيكوس ما يقصد كل الذي قاله في هذا الكتاب بالتمام والكمال فحسب ما ورد في هذه المقدمة اللي وضعها على كتاب كوبرنيكوس باسم كوبرنيكوس والذي يعني أدى خدم الكوبرنيكوس اللي هو على مشارف الموت تقليبا لم يقصد أنه في هذا المقدمة أنه اللي يقرأ هذا الكتاب يكون في حثمانك أنه كوبرنيكوس لم يقصد أن يضمن في هذا الكتاب أي شيء عن مواقع الأجرام السماوية وحركاتها الفعلية أبدا إنما كل الهدف من هذا الكتاب هو توضيح كيف يقدم نموذج بديل عن السماوات مفيد للحسابات كلام غامض غامض غير المفهوم وكأنه تبرير أو كأنه تخفيف من حدة أثر الكتاب عندما ينشر لكن اللي يعرف كوبرنيكوس قبل هذا الكتاب يعني هو توفى حتى قبل نشرب يوم أو كذا اللي مطلع على أفكار كوبرنيكوس اللي كان ينشرها بالصحوف يعني تقريبا أفكار متداولة لعدة أعوام حتى قبل أن ينشر كتاب على ثورة الأجرام السماوية وأيضا لاقت هجوم كلش جدا شديد من قبل من؟ من قبل المصلحين البروتستانتيين على اعتبارها انحراف عن الكتاب المقدس نعم مارتن لوثر مؤسس حركة الإصلاح البروتستانتي تهجم على كوبرنيكوس اعتبر بأنه مجرد منجم أحمق مغرور كوبرنيكوس نعرف أنه أصر على قراءة حرفية لكتاب المقدس على اعتبار هبو هاي الحقيقة نقرأ الكتاب المقدس بحظافرة بالضبط قابلة عندنا ابن حزم صاحب المذب الظاهري اللي موجود بالقراءة لؤمن بي حرفيا ما مكتوب حرفيا وكذلك كان هذا مارتن لوثر لاي ماض عن الكنيسة الكوثوريكية لا الكنيسة الكوثوريكية كانت قل التزام بتيكة الأصولية المتزم بتعد أد مارتن لوثر ولذلك تأخرت إدارة هذا الكتاب الحقيقة هو الكتاب كان عبارة عن لم يكن مفهوم بطريقة ممكن أنه الكنيسة الكوثوريكية تدونها بسهولة لا كان بي كان بي يعني صعوبة فهم لكن مع ذلك بنهاية القرن السادس عشر أدى التصادم الكبير بين الكنيسة البوتستانتية والكنيسة الكاثوليكية المشاحنات بيناتهم فأصبح هناك مزايدة اللي نقول إلا صحة تعبير مزايدة على الحفاظ على الدين المسيحي بيناتهم فأصبحت الكاثوليكية أكثر حساسية اتجاه أي تحدي ممكن أني مسل الكنيسة وكوبرنيكوس مؤكد أفكاره إحدى هذه التحديات ولذلك يجب القضاء على هذه الأفكار ماذا كانت النتيجة كوبرنيكوس مات وشبع موت لكن كانت النتيجة أنه حرم كتاب كوبرنيكوس على الكاثوليكين سنة 1610 بعد وفاته بل أن الكنيسة الكاثوليكية سوف ترفض طباعة هذا الكتاب أو أي عمل من عمل كوبرنيكوس حتى سنة 1820 ميتين سنة ميتين سنة والكنيسة ترفض طباعة عمل كوبرنيكوس رغم أنه اللي يريد يطلع عمل كوبرنيكوس يستطيع بسوق السوداء يمكن أن يطلع على أي كتاب أو أي مقال الكوبرنيكوس لكن في ثلاثينات القرن السابع عشر 1630 تقريبا سوف يذهب كثير من رجال العلم الثقات إلى أن الأرض تدور حول الشمس نفس آراء وأفكار كوبرنيكوس لكن هذا الإجماع أجمال العلماء لم يزيد الكنيسة الكاثوليكية إلا عتوا ونفورة إلا أصرار في التأكيد على حقها في ما تؤمن به وما لا تؤمن به وعلى كل العلماء والناس أن يشيرون على نهج الكنيسة سنة 1633 سوف تجبر محاكم التفتيش غاليلة في الحادثة المشهورة على التخلي عن تأييده لأفكار كوبرنيكوس وهو ما فعله مجبرا غاليله إذن ترجع نجاة أفكار كوبرنيكوس من إدانة الكنيسة الكاثوليكية كما ذكرت في بداية عهدها في بداية نشر الكتاب إلى أن المعاني لم تكن مفهومة فأخذت وقت طويل يعني تقريبا قرن أو أكثر حتى فهمتها الكنيسة فقالت لا هاي حرام ولذلك المشكلات التي تتولد من أفكار كوبرنيكوس لم تتضح للعيان في وقت كوبرنيكوس رغم هو أنه مات ورا يوم من نشر الكتاب وحتى بعد أن تبنى علم الفلك الجديد الكوبرنيكوسي مجموعة من المفكرين اللي يتحدثوا بمصراحة ووضوح هنا سوف تبدأ المشاكل ولذلك أسوأ ما سوف يجابه أو تجابه به الكنيسة الكاثوليكية راهب جوردانو برونو أحد الفلاسفة ورهبان بارزين هذا الرجل اللي تم إحراقه من قبل الكنيسة الكاثوليكية سنة 1600 كانت آراءة من الفضاعة والقوة والشجاعة والتحور لدرجة حرمتها أنه يحظى بإعدام مشنوق لا حرقه حرق صور يعني كم ضغط على هذه الكنيسة باراءة وبذلك الكنيسة تعطيك رسالة جدا مهمة أي إنسان عندك أي شك بالنظرية الكونية التي تتبنىها الكنيسة مصيرك مصير جوردانو برونو لا يوجد يا مرحميني إذا عندك فكر معارض هذا جوردانو برونو حرقه على الملأ إذا فقط تخيل نحن الآن في بداية عصر النهضة وتخيل فقط أنه مذهب كوبرنيكوس وعلوم كوبرنيكوس أتت في هذه البيئة الإرهابية العفنة لدرجة أن المحاكمة التي أدانت برونو بإحراقه لا يعرف لحد اليوم ولا يعثر أي أحد عن الأوراق الموجودة بالمحكمة ما هي الإدانات التي تم إدانة برونو بها جميعها تم إخفاها ولذلك كان في أعمال برونو هذا الفلسوف الكثير من الأمثل على الأفكار الغريبة تقليدية وغير تقليدية كان يلقي محاضرات باللهوت بالفلسفة الطبيعية في كثير من العلوم أيضا كتب رسائل تناولة السحر كتب خطب لاذعاء ضد من ضد أرستو كتب نقد لكتاب المقدس في ذلك الوقت كتب قصائد تتحدث عن يكون كتب محاورات فلسفية يشكك فيها صراحة في العقائد المسيحية هذا الرجل استحق الحرق ممرة من منظور الكنيسة يعني يحرقوه وراجعوه فد عشر مرات خمسة عشر مرة في ذلك الوقت تتخيل ولذلك هذا الرجل كان يعلن في بعض الأحيان أنه من أطباع مارتين لوثر في أحيان أخرى يعلن له أنه من أطباع كيلفن اثنين هم المصلحين البروتستانتين لكن مذهب عندما تأتي إلى حسب مؤرخين لم يكن مذهب مسيحي خالص أمدا كان هذا الرجل موفوس بالسحر على سبيل المثال كان مولع بالأمور التي تدور حول الأوهام الغامضة ولذلك كان مهتم جدا بالديانات المصرية القديمة اهتمامه بالديانات المصرية القديمة هو الذي مهد إلى على تبني آراء كومرنيكوس نفس الوقت سوف يتحمس للفيلسوف لوكريتيوس هذا صاحب الأفكار الغامضة وأيضا يتحمس لأتباع المذهب الذري الغريق ديمقريتس وسوف يمضي قدما في تأييده لمذهب كومرنيكوس الشمس المتعرف عليه في كون لا نهاي ماذا يقول برونو يقول ثمة مساحة ضخمة واسعة يمكننا أن نطلق عليها اسم الفراغ وفيه ما لا يحصى من العوالم المشابهة للعالم الذي نعيش فيه وأنا أعلن أن الفضاء لا نهاي فلا سبب أو عيب فيما تهبه لنا الطبيعة يجعلنا ننكر وجود عوالم أخرى خلال الفضاء تتذكرون في حلقات سابقة هذا أمر كثير من الفلسفة يتبنوا أنه أرصت عندما كان يقول أنه العالم نهاي ومحدود لا كثير من الآخرين قالوا أن العالم لا نهاي لكن هذا الكلام يقولون الرابع عشر نحن الآن في حصر النهضة رجل جريء يؤمن صراحة بوجود عوالم أخرى ويعيد هذه الفكرة ولذلك رأى برونو أنه هذا علم الفلك مليء بحقائق هذه الحقائق تمثل اكتشاف عظيم حقائق مذهشة إذا درسنا علم الفلك حق دراسته سوف تكشف النقاب عن حقائق مذهلة فقال أنه كون مثل هذا يكتظ بمثل هذه الأشياء العظيمة هو أكبر تجلي لعظمة الله التي لا يمكن قياسها أبدا فكتب يقول أن الراب يظهر جلاله وعظمته ليس في شمس واحدة إنما في شموس كثيرة ليس لها نهاية أن عظمة الراب وجلاله لا تظهر في أرض وحدة بل في أرضين كثيرة أو أراض كرة أي أرضين كثيرة لذلك يقول إذا شئت قل أنه هناك أرضين لا عدد لها هناك شموس لا عدد لها هذه الفكرة سوف تسبب ازعاج هي من جهة تمجيد لعظمة الله وأجلال الله والكون الواسع اللانهائي شموس لا تعد أرضين لا تعد لكن بها نقطة مزعجة جدا سوف تكون لكنيسة أنت صح يا برونو عظمت الرب وأنها قلت كثير من العوالم نعم كثير من العوالم غير هذا عالمنا المرئي لكن ما هو وضع الإنسان أنت كفرت بالإنسان يعني الإنسان هو مركز الكون عندي كنيسة أنت جعلت الإنسان مجرد بقعة ضئيلة في فراغ بل أنت جعلت الكل الأرضية بقعة بل أن مجموعة الشمس يبيعك ما نجعلتها بقعة ضئيلة قياسا بهذا الكون فكيف أنه الكنيسة والتعالي بالدنيا تقول أنه الإنسان أعظم مخلوقات الله وهو مركز الكون والأنبياء نزلت من أجله وغيره طيب هذه السماء الشاسعة يعني سوف تكون كما نقول أنه عاصف من الصحراء كبير جدا كوننا المرئي هو حبة رمل إذن ما هو قيمة الإنسان لا شيء ولذلك عندما تأتي إلى هذا الفلسوف برونو هو ما يعتبر من جيله العظماء يعني ما نستطيع أن نقارنه هو عظيم لكن ما نستطيع أن نقارنه بقاليلو لأن كان كثير الاستشهاد بمخطوطات أو قصاصات زائفة أو الفلاطونية الحديثة لذلك لم يعتمد على كما كبر نيكوس وقاليلو على تجارب يجرهم المختبر أو ملاحظات ممكن تدعم نظرياته لكن مع ذلك عنده أفكار شبيهة بأفكار قليلة وأتباع قليلة إلا أنه عبر عن هذه الأفكار بطريقة أكثر اضطراب وأكثر غموض لذلك لم يكن هناك تشابه بكل الأحوال بين الكون اللي وصفه برونو وغيرها من العلماء وبين الكون الذي كان موجود في القرون الرابع عشر في القرون الرسطة ولذلك فقدت الشمس أهميتها شمسنا وكذلك الأرض ورغم كل ذلك تم يعني التسليم بآراء كبر نيكوس من قبل العلماء على الأقل ولذلك يعني بالبداية عندما أخطأوا العلماء أو حتى الناس بشكل عام سنين طويلة بحركة الشمس كان اعتقلون الشمس هي التي تتحرك على اعتبار هي الحركة الظاهرة لكن سوف يخطأون خطأ آخر في هذا عصر النهضة عندما يخلطون بين شروق الشمس وبين غروبها إذن الوقت اللي ولد بي كبر نيكوس نحن في عصر النهضة كما ذكرت من النص الثاني من القرن الخامس عشر كان أكثر هدو لأن الدراسة العلمية كانت متاحة وكانت موجودة أين في يعني المعاهد العلمية صحيح في ساحات الأرواق اللاهوتية لكن بمنأة يعني عن سلطة الكنيسة إلى حد ما نعم بنسل وقت في عهد كبرنكوس انتشرت الكتب المطبوعة ماذا سوف تؤثر هذه الكتب المطبوعة سوف تؤثر إلى تولد أفكار هذه الأفكار سوف تكون سارية في المجتمع أهم أهم دقة تتمثل بماذا أن النزاعات التي كانت تدور في الوسط الثقافي في الوسط العلمي لن تكن لها أي علاقة بالحروب الأهلية التي كانت في أوروبا التي تحدث بين البروتستانت والكاثليك كانوا العلماء والمثقفين والأدباء مخذين جانب لكن رغم ذلك على العديد من مجالات الحياة الثقافية في ذلك الوقت كان يشهد غليان بسبب الكتب الكثيرة الموجودة إذن بقتكراً على الأوروبيين في هذا الوقت بعد كبرنوكوس بقليل ترك الكتب التي أتتهم وترك المعاهد المعزولة عن سلطة الكنيسة لا حد ما لا هناك أمر جداً الأوروبيين على مشارف أن يستبرون أغوار عوالم أخرى ليست كواكب ومجموعات شمسية أخرى بل قارات أخرى في الشرق وفي الغرب على الأوروبيين أو الأوروبيين كانوا على مشارف أن يكتشفون مهارات جديدة كانوا على الأوروبيين أن يكتشفون أو كانوا على مشارف أن يكتشفون طرق جديدة في تعامل معا الطبيعة أساليب بالتحليم جديدة بالإضافة إلى وجود عدد من المؤلفين الكثيرين إذن بدأت الحياة تعود رويداً رويداً إلى دراسة من؟ اللغة اليونانية اللي بأثناء هنا بإيطاليا وفرنسا وإنجلترا اللاتينية وأيضاً بدأوا يدرسون اللغات قديمة اللي هيمنت زمن طويل لذلك تم إعادة الأمجاد وأطلال الماضي العظيم لراما ول للأغريق فطالبوا الباحثين ومثقفين بنصوص وترجمات أفضل للأعمار التقليدية اللي كان أسلافهم يعرفوها بالقرون الوسطى بالتالي ما الذي سوف يحدث الذي سوف يحدث سينشاعدنا يعني نستطيع أن نقول بداية كتب أدبية بداية تأليف أدبي بداية كتب بالسياسة بداية كتب بعلم الأخلاق باهتمام بالتاريخ هاي بدايتهن هكذا سوف تكون وغيرها من الكتب التي لم تكن ذات أهمية في القرون الوسطى أبداً يعني على سبيل المثال بإيطاليا ثم في شمال أوروبا سوف يبدون الاهتمام بالدراسات الأدبية هذا لم يكن له اهتمام سابق في قبل لا الآن سوف يتم الاهتمام بدراسة الأعمال الأدبية فقه اللغة أيضاً سوف يكون جداً مهم دراسة التاريخ الخطابة الشعر هذي كلها أمور جديدة لم تكن فيما في قبل 100 أو 200 سنة ما حط اهتمام ولذلك سوف يولد عندنا ما نمكن أن نسميه الشرارة الأولى للحضارة الغربية بداية علم راح نسميه علم الإنسانيات هذا المفتاح الذي سوف يكون لعصر الأنوار للتقدم الآن احنا دخلنا في علم جديد سوف يفتح أبواب كثيرة علم الإنسانيات سوف يطور ثقافة الرجال أي رجال أي شخص سوف يعمل في مجالس الأمراء يجب أن يدرس هذه العلوم اللي تحدثت عنها اللغة الآداب التاريخ الشعر فن الخطابة وأي شخص يريد يعمل في محفوظات المدنون بالولايات بالمكاتب العمل بالولايات مكاتب البابوية يجب أن يدرس هذه العلوم بالكامل إذن سوف تظهر أصبحت أكل عيشهم كما نقول أنه يجب أن يدرس الأدب بالتاريخ واللغو ولذلك كان كل هم المواطن في تلك الفترة أن يهتم كيف تكتب خطاب كيف يكتب رسائل مقنعة بدلا من أن يحل لك الغاز ومعرف إيش دينية وغيرها هذه التطورات كانت كلها تجري خارج الجامعات لكن سوف يكون لها تأثير تأثير داخل الجامعات إذن نحن عندنا الآن حركة إنسانوية وتحدثت عنها بحلقة قبل تقريبا أسبوعين أو ثلاثة هذه الإنسانوية إنسانوية لحد الآن موجودة هذه اللي تهتم بالإنسان واللي عندها مفاهيم لله والدين تختلف عن المفاهيم اللاهوتية إذن من الآثار التي سوف تتركها الحركة الإنسانوية بالفلسفة زيادة الاهتمام بمن؟ بالأخلاق والسياسة وليس باللهوت سوف تحظى رسائل أرسطة باهتمام كلش مهم جداً مهم سوف تحظى كتابة فن الشعر بدراسة جداً مهمة سوف تنتشر أعمال أفلاطون أسلوب الأدبي الرائع جداً سوف يكون إلى أهمية وسوف يكون هناك عداء صريح للغة الجامدة الفضة الأساليب الشكلية اللي كانت منتشرين بالحجاجة المدرسية الأسكولائيين أطبع عرسطة سوف يأتينا أدي بنسميه أو كذا لورنزو فالا هذا أحد العلماء بنسميهم الإنسانيين الآن صار أصبح شي جديد لم تكن هذا الشيء معروف قبل خمسين أو ممي سنة عالم إنساني في عصر النحظة أحد المفكرين الإيطاليين سوف يأكد أو يزيد أو يشجع على اهتمام بالأدب وسوف يعني يقلل من قيمة المنطق في العصور الوسطى وغيرها بيأكملها ولذلك يهتم هذا الأرزو فالا وجميع المعاه من أطبع المذهب الإنسانوي الذي كان توما بدأ سوف يهتمون بالخطابة بالأدب بالأمور الكثيرة بالأمور الحقيقية اللي تفيد الناس بدلا من اهتمام بشغلات اصطناعية أو غير مهمة أو لا تنفع في وقتهم إذن سوف يزاد يزاد الإقبال على القراءة أم لا سوف يزاد القراءة على أعمال اللاتينيين القدماء أمثال من فينسوف شيشترون لأن هذا الرجل كان جدا ماهر في كتاباته اللي باللغة اللاتينية يعني هي لغتهم ولذلك كان أتباع المذهب الإنسانوي ينظرون إلى خطب شيشترون بوصفها نموذج لكيفية طرح أي قضية كيف تكتب كيف تتكلم كيف تلقي خطبة ولذلك اهتموا بنفس الوقت بالأعمال الفلسفية على اعتبارها مصدر جدا مهم الأعمال الهينيستية اللي تتحدث عن الحياة كما يعرفوها هالاء الفلاسفة وليس كما كانت موجودة بالعصور الوسطى يظهر أنه أعظم نسمي إنسانوي راسموس الروتردامي توفى السنة 1536 هذا رجل أهم من الباحثين أتباع المذهب الإنسانوي وأكثرهم تأثير هذا عندك كتاب اسمه في مدح الحماقة هذا الكتاب يعني بدأ لك به هجوم على الكريسة كمان بالضبط هجم فلاطون عليما على الصفصطيين والتهم الصفصطيين بأنهم يهتمون بصفاصة في الأمور لا أرازموس سوف يسخف كل الثقافة السكولائية المدرسية السابقة عليك سوف يعتبر علماء اللاهوت ليسوا إلا مجموعة من المهرجين الجهلة الفاسدين الفاسقين هذا كلام كبير كبير كلام صعف جدا أيضا سوف يصنع النأدي بفرانسوار رابلي هذا الرجل أيضا إنسانوي في عصم النهضة هذا سوف يجعل من رجال الدين أضحوك في كتابة جار جان تواء روايته يجعلهم مهزلة هذا العمر غير نسموك سابقا غير لا ليس له وجود إذن كان أرازموس محق عنده مقال إنه كثير من العلماء اللاهوت لم يكنوا يفهمون حتى نصوص الدينية اللي قضاوا طول عمرهم يقرون بها حتى هاي ما يفهم مهز سوف يمهد هجوم أرازموس على الكنيسة المترفة اللي كانت تعاني من فقر روحي واللي كانت عايشة في غنى مادي سوف يمهد الطريق كتابات هذا أرازموس المنم هذي الطريق إلى مارتل لوثر وإلى كافل هؤلاء المصلحين البروتستانتيين إذن سوف تتضح همية المهارة الأدبية على اعتبارها سلاح جدا قوي في يد المتعلم الإنسانوي في تلك المعارك الفكرية سوف يعمل أرازموس على أظهار إلى أي مدى كانت الكنيسة الموجودة الآن والتي كانت يعني عاصرها معيدة كل البعد عن المسيح وأخلاق المسيح والمسيحية العصيلة تهد الحلقة اليوم شكرا لكم